تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين سلطنة عمان والدول العربية ناقشها الملتقى العماني العربي للاستثمار الذي انطلقت أعماله بولاية صلالة واستعرض الملتقى التسهيلات الاستثمارية والبيئة الاقتصادية الواعدة في سلطنة عمان أمام عدد من أصحاب الأعمال العرب من بينها فرص الاستثمار في مشاريع كالطاقة المتجددة والأمن الغذائي في محافظة ظفار كما طرح الملتقى عددا من فرص الاستثمار في المحافظات الأخرى في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والثروة الزراعية والسمكية والاستثمار في المناطق الحرة رعى افتتاح أعمال الملتقى الذي يستمر ليومين صاحب السمو سيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار